افتتحت وزارة الخارجية والتعاون الدولي وبعثات الدولة في الخارج سجل عزاء بشهداء أبناء الوطن الدبلوماسيين المكلفين بتنفيذ المشاريع الإنشائية والتعليمية والتنموية في جمهورية أفغانستان الذين استشهدوا إثراء التفجير الإرهابي الذي استهدف دار ضيافة والي قندهار وكان في استقبال السفراء ورؤساء البعثات الأجنبية لدى الدولة في ديوان عام الوزارة سعادة محمد مير الرئيسي وكيل وزارة الخارجية والتعاون الدولي ويعقوب يوسف الحسني مساعد وزير الخارجية والتعاون الدولي لشؤون المنظمة الدولية واشهاب أحمد الفهيم الوكيل المساعد لشؤون المراسم في وزارة الخارجية والتعاون الدولي وقد بدأ سجل العزاء اعتبارا من اليوم الخميس ويستمر حتى يوم الاثنين المقبل في ديوان عام وزارة الخارجية والتعاون الدولي وبعثات الدولة في الخارج